صدور أحكام بالإعدام للمرة الثانية على مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعلى الدكتور صفحة حجازي ودكتور محمد البلتاجي وعلى بعض قيادات ورموز الإخوان المسلمين في تهمة عجيبة الشكل وهي أحداث المنصة هل فعلا الإخوان متهمون في هذه الأحداث؟ هل هم قتله أم مقتلون؟ هل هم ظلم أم مظلمون في أحداث المنصة؟ ومن الأولى بأن يأخذ هذا الحكم بالإعدام؟ هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحقيقة أن النظام المستبد في مصر برئاسة السيسي والقضاء الذين يقضون في مصر يفاجئوننا دائما بأحكامهم التي ترسخ الاستبداد وتؤكد على أنهم لا نية عندهم للعودة إلى رشدهم أو إلى الخوف من الله عز وجل قبل رمضان بأيام تصدر أحكام بالإعدام على الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان الدكتور صفحة حجازة الدكتور محمد البلتاجي المهندس عمر زكي يعني أيضا وزير الشباب يعني أسماء كثيرة جدا من وزير الشباب السابق أيضا حكم عليه بالإعدام عدد من القيادات التي يعني لم تكن أبدا ممارسة لعنف ولا مؤيدة لعنف ولا داعمة لعنف إنما القصة كل ما فيها هي زيادة في التنكيل والإرهاب التهم في حادث المنصة العجيب أن حادث المنصة الإخوان وأعوانهم والمعتصمون معهم في ميدان رابعة هم المقتلون يعني أنا أتعجب النساء ممكن يتصور أن يتهم القتلى الحقيقيين ثم يبرأوا ثم يأخذوا أحكاما خفيفة لكن أن تأتي بأسر الشهداء أو أهالي الشهداء أو من استشهدوا لتحاكمهم هذه مسألة في غاية الظلم والجبروت والبجاحة التبجح على شرع الله وعلى الحقائق وعلى المظالم يعني إحداث المنصة أنا شهدتها طبعا وذكرت شهادة لي من قبل على قناة الجزيرة في يوم الحادث نفسه وقلت شهادتي يعني قلت أن الناس كان هذا اليوم هو كان اليوم اللي طلب فيه السيسي التفويض نزلوا بتوع المفاوضين في ميدان التحرير ونزل في ميدان رابعة الذين هم ضد مثل هذا الأمر وفجأ الناس في هذا اليوم بأن عدد المصلين كان يوم الجمعة كان عددا هائلا وصل أعداد الناس إلى ما يقرب من المنصة المنصة اللي هو يعني النصب التذكاري والمنصة 6 أكتوبر التي كان يعني في احتفال أكتوبر للرئيس السادات الرئيس الراحل الذي قتل فيه ويعني العدد من رابع إليه يعني المسافة بعيدة يعني لكن كان العدد المصلين قد وصل إلى هذا المكان الناس أفطرت في رمضان وصلت التراويح بعد الصلاة كالعادة في يوم في رمضان الناس تخرج بعد صلاة التراويح إلى مسيرات هناك مسيرة بتتجه إلى اتجاه طيبة مول والاتجاه الآخر والاتجاه ذهب إلى اتجاه المنصة كنت أنا ممن يعني صاروا مع الناس في هذا اتجاه اتجاه المنصة والناس كانوا مسيرة عادية في عربية نص نقل كبيرة عليها سويندات وعلت الأصواب بالأهازيج والأغاني والأناشيد الحماسية فوجئنا قبل الكبري في الكبري السيطة أكتوبر اللي سيطلع منه على الكبري السيطة أكتوبر بمسافة وجدنا على بداية الكبري قوات أمنية ترتدي الزي الأسود ومسلحي اختلفت الوجهات قبل هذا بحوالي 300-400 متر الناس تكمل ولا الناس ترجع فإحتاج المعاسة واند بالعربية يلف من فتحه قدام بتاع حوالي 50 متر عشان لف ويرجع وكل من يهتف يهتف له ارجع 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 على أنه ما يكملش القدام يعني وفعلا كان بيلف ويرجع والطريق كان مقفول طبيعي لا في حد طالب ولا حد نازل لأن المسيرات كانت يعني زحمة الدنيا يعني مع أن الأمن كمان آفل الكبري طالع ونازل فده كمان عامل إني ما فيش حد ماشي فكان يعني المسألة أن يلف ويرجع حتى من مكانه كانت سهلة فلاف فعلا ورجع وبيلف ويرجع فجئنا بإطلاق الغاز قنابل الغاز وإطلاق الرصاص غاز ورصاص الناس بدأت تجري لورا واللي دخلوا جامع الزهراء اللي هو في كلية الدعوة جامعة الأزهر ما بين الناس إغماءات وما بين الناس طبعا إصابات وطبعا ما نعرفش هل فيه شوهداء في الوقت ده ولا لأ ولم يقف الأمر عند هذا الحد الناس بدأت ترجع لي الميدان والبوليس بيكمل والقوات الأمنية بتكمل في أني شغلين تكملة في الضرب سواء غاز أو رصاص وقدر لي أن في هذا اليوم كانت فيه رصاصة تكتج في دماغي يعني لولا أني ربنا صحة تعالى قدر لي النجاح سيدة وبنتها وعلى الأرض بميل أرفعها من على الأرض كانت الرصاصة فوق دماغي يعني معدية يعني وأكملنا الناس نتعود ولكن كان في ظل جرحة بعدد ليس بسيطا الناس ذهبت إلى الاعتصام وبدأ الكلام ده من بعد الطرح يستمر إلى فجر هذا اليوم طبعا إحنا رجعنا للإعتصام فبدأت قوات الأمن تعسكر على جامعة الأزهر وتحتل المباني الجامع وتقتل في الناس لحد صلاة الفجر والصبح كمان استمر إلى الصبح وبلغ عدد شداء ذلك أظن 200 أو أكثر غير الجرحة كان عدد كبير إذن القتل والضرب كان من اتجاه واحد والشرطة والجيش المصري والمقتلين هم فقط أهل الاعتصام الذين كانوا في ربعة في هذا الأمر إذن خلاصة الموضوع يعني الإنسان يتعجب في هذه الأحكام التي بالإعدام على قيادة الإخوان في حدث المنصة إذا كان الشهداء كلهم من الإخوان ومن المعتصمين يعني ما فيش مثلا نقول والله فيه ضابط شرطة ولا عسكري قرح مش هو القتل قرح فوالله الناس دي بتحكم من هذا الأمر لا ده كل الشهداء من الإخوان كل الجرحى من الإخوان أو من المعتصمين مش هو الإخوان أو غيره طيب هذه القيادات الإخوانية لم تكن موجودة في الاعتصام معظمها يعني مش كلها كان فيما موجود منه وفي لا يعني المورشد ما كانش موجود طيب هذه القيادات كانت موجودة على المنصة بتكلم أنا ذاك إذن لم تقتل أحدا طيب هذه القيادات لم تحمل سلاحا في هذا الأمر ولكن معايا سلاح أصلا الصور والفيديوهات الموجودة على كل الفضائيات وعلى كل مواقع اليوتيوب كلها كانت بتبين رجال الشرطة والجيش اللي هم اللي بيقتلوا المتظاهر إذن المفروض اللي يتحاكم الجيش والشرطة فإذن بأي حج يحاكم ها الذين قتلوا والذين استشهدوا والذين أصيبوا وجرحوا من المعتصمين فطبعا هي المسألة تأكيد واضح لغياب منظومة العدالة نحن في زمن القتلهم الذين يبرؤون والقاتل وأهل القاتل والمقتول وأهل المقتول والذين يشنع بهم والذين يحاكمون ويحكم عليهم بالقتل ولا حول ولا قوة إلا بالله وطبعا لا رادع للناس لهذه القضاء ولا لهذه السلطة ولم ترتوي هذه السلطة بعد من الدماء ولا من المظالم لأن الطاغية دائما بيسير في مصار لا يعود منه إلا بأن ينتقم الله عز وجل منه انتقاما عزيزا مؤزرا وينصر المظلوم اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته